السلام عليكم يا ثالث كيف أصبحتم؟ إن شاء الله أن تكونوا بخير اليوم سنكمل ما تبقى من درس الأصدقاء المحفوظات والنشاط صفحة 32 و33 فهيا يا صغيري أحضر كتابك لنكتب اليوم هو الخميس التاريخ الخامس عشر الفان وعشرون هيا سنقوم بحفظ حديث شريف إن شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه سأعيد مرة أخرى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما معنى هذا الحديث؟ في البداية سنقوم بتعريف ما معنى الحديث أو ماذا يعني الحديث الحديث النبو الشريف هو كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو صفة خلقية لنأتي الآن ونفسر معنى الحديث الشريف ما معنى لا يؤمن؟ أي أن إيمانه لا يكتمل لا يؤمن أو الإيمان الكامل أحدكم هو الشخص أو الإنسان حتى يحب لأخيه معناها أي يحب الإنسان لأخيه المسلم كل خير ما يحب لنفسه مثل الذي يحبه لنفسه من الخير طبعا نأتي لتفسير الحديث كما هو في الدين تفسير الحديث أنه يكتمل إيمان المسلم وتتحقق الأخوة في الإسلام عندما يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير وهذا أيضا معنى الإيثار ويحثنا الحديث أيضا على محبة الخير للمؤمنين حتى يكتمل إيمان المسلم فهكذا وصّهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يجب أن يحب الخير لأخيه المسلم إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نأتي إلى الصفحة 32 لكن قبل ذلك هيا لنردد معا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أعد يا صغيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هيا لنعد حتى نحفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والآن أريد منك يا صغيري أن تحفظ الحديث جيدا سنأتي إلى الجملة الأخرى يقال الصديق وقت الضيقي الصديق وقت الضيقي ما معنى هذه الجملة؟ في البداية سنقول أن هذه الجملة هي حكمة أي نصيحة ومعناها الصديق لو أتينا ما معنى الصديق؟ هو الصاحب الضيق هي الشدة أو المصيبة لنأتي لتفسير هذه الحكمة فالصديق الحقيقي هو الذي يقف إلى جانب صديقه في وقت الشدائد والمصائب فيساعده ولا يتخلى عنه فيساعده ولا يتخلى عنه لذلك يا صغاري يجب أن نكون أصدقاء محبين لبعضنا البعض ونحب الخير لبعضنا البعض وأن نقف بجانب بعضنا في وقت الشدائد ووقت الضيق ووقت المصائب لا سمح الله فالصديق الحقيقي يظهر في المواقف الصعبة والآن يا صغاري لنأتي للصفحة الثالثة والثلاثون ونقرأ هذا النشاط أبين الزملائي في الصف ومعلمي كيف أستفيد من معنى الحديث الشريف الآتي في علاقتي بالآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام سنعيد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام قلنا الحديث هو كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نأتي إلى تفسير معاني لا يحل ما معناها لا يجوز أن يهجر أخاه يقاطعه ويتركه ويبتعد عنه ولا يزوره دون عدر فوق ثلاث ليالي أي أكثر من ثلاث ليالي يلتقيان فيعرض هذا يلتقيان يتقابلان فيعرض هذا يتخلى ويصرف عنه ولا يقبل التواصل معه خيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما أفضلهما يبدأ بالسلام يبدأ بالمصافحة والآن يا صغاري لنأتي إلى تفسير هذا الحديث الشري يقول الحديث لا يؤمن أحدكم يقول الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يقول الحديث أن هجر المسلم وتركه لأخيه المسلم يعد ذنبا عند الله خاصة إذا استمر أكثر من ثلاثة أيام فيصبح حراما في الدين لأن ذلك ينشر القطيعة والإيداء والفساد وتزداد الكراهية والخصومات فالحديث يحثنا على التواصل بين الإخوة حتى لو كانوا بعيدين في المسكن لو عن طريق وسائل الاتصال الأخرى إذن حتى لو عن طريق وسائل الاتصال لذلك يجب أن يكونوا الأخوة دائما متقاربين حتى لو كانوا مبتعدين في المسافة عن بعض لكن التواصل بينهما يجب أن يكون دائما لتزداد المحبة وتزداد ويعمل خير على الناس إذن لا يجوز أن يتخاصم أي شخصان أكثر من ثلاثة أيام لأن ذلك يأذي النفس ويأذي المجتمع وتزداد الكراهية والخصومات فدائما نبقى على تواصل مع بعضنا وتكون المحبة بيننا انتهت الحصة يا ثالث ألقاكم بخير إن شاء الله ومن يحفظ الحديث يرسله لي حتى أعرف أنه حفظه مع المعاني أشكركم جميعا وإلى اللقاء معلمات الصف الثالث إشراف المشرفة غدير نور